المخطاب الخارجي كان ممتاز ومتقدم جدا يعني الاشكال الحقيقي كان في خطاب الداخلي في مخاطبة شعبة في انه ده اول مؤتمر عشان السودان بالضخامة دي صبقه بصحيح مؤتمر برلين مؤتمر رزقاء السودان وانعقد الجلسات كان برضو الخرطون بالفيديو كونفرنس لكن مؤتمر بمشاركة وازعة بالشكل اللي تم اليوم الحكومة قد نوت فيه خطاب الخارجي وركزت عليه وماهتمت كثير بالخطاب الداخلي يعني في حاجة حقيقيا لازم ندعمل معه ودواقعنا يعني الثلاثين سنة الفاتت دي ما شماع الناس بتعلق عليها لكن دي كانت اخرجت السودان من كل حاجة مش في مشروعات ومشارية والغومية تدمرت ويتراكمت عليه والديون وإنما يعني أبعدت الشعب السوداني عن القرار عن محيطه أيضا عن محيطه الإقليمي والدولي فخلت الناس ما يعني حاليا ممكن تلقى جوزه كبير جدا بيفتكر إنه والله إخوة السودان ده ماشي يتعارض للبيع حاليا في المؤتمر بحسب الصغافة اللي ترسخت خلال التلاتين سنة دي إنه أي مشاركة خارجية بالسودان مش كان السودان ده يعني وصلا ممكن يفهم إنه السودان وصلا العضو في البنك الدولي وهم من أحد من البنك الدولي ده أو غير أو غير حيات كثيرة يعني كانت تحصل في الأحداث اليومية ومحتاج أن الحكومة تهتمها بخطاب يومي كانت تقدم بدون خيل يعني ما فيه إشكال في أنه تخاطب شعبك يوميا بالأحداث الحاصلة وتنقدم ليه وتنوير ده كان مطلوب منهم خارجية